اشتركوا في القناة المحاضرة الثانية تهتم بالتعليق على الصور والمشاهدات اليومية فما التعليق على الصور والمشاهدات اليومية؟ الصور والمشاهدات اليومية لون طريف من ألوان التعبير الشفهي الذي يوافق ميول التلاميذ ويثير فيهم النشاط ويحقق لهم المتعة ويوقز فيهم قوة الملاحظة والانتباه والتفكير لأن أذهانهم تنتقل إلى توضيح مدركات الصورة والمشاهدات اليومية وأيضا فيها جلاء مفهومها والتعبير عنها بألفاظ وعبارات ناطقة ومعبرة ثم يطالبون بكتابة وصف إنشاء للصور وللرسوم التي أمامهم وللمشاهدات اليومية التي يعيشونها فكيف ندرس هذه المهارة وهي مهارة التعليق على الصور والمشاهدات؟ أولا يجب على المعلم أن يعرض على تلاميذه عددا من الصور والرسوم المناسبة له سواء كانت متحركة أو ثابتة أو يرشدهم إلى مواضعها في الكتب والمجلات ويطالبهم بالتحدث عنها وإجراء حوارات حولها ثانيا يعرض المعلم على تلاميذه مجموعة من الصور والرسوم المناسبة سواء كانت متحركة كما ذكرنا أو ثابتة ويطالبهم بوصفها ثم التعليق عليها كتابة والخطوة الثالثة يطلب المعلم من عدد من التلاميذ أن يخبروا زملائهم بما فعلوه أمس أو عما شاهدوه في حلقتهم من الأشياء والحوادث أو عما شاهدوه في برامج التلفاز أو في طريقهم إلى المدرسة في ذلك الصباح وذلك بإجراء حوارات حولها أو وصفهم يعني يتحدث المعلم مع طلابه وتلاميذه يحاول أن يجعلهم يتحدثون عن موقف رؤوه في يومهم أو مشهد شاهدوه في التلفاز أو مشهد سينمائي أو غيره من المواقف التي تحتاج إلى الوصف وفي هذه الحالة لابد للمعلم أن يساعدهم في البداية بتوجيه الأسئلة التي تعينهم على ترتيب الأفكار والحوادث مثلا قال التلميز جاء شرطي المرور يأتي بعد ذلك المعلم بالاسترسال بجملة أخرى وهكذا مع الطلاب في الفصل أما بالنسبة لعملية التقويم أو تقويم هذه المهارة تعليق على الصور والمشاهدات لابد من الاستماع ويمكن من خلاله تقويم النطق والأداء اللفظي أيضا الملاحظة والإرشاد والتوجيه كملاحظة كتابة التلاميذ عندما طبعا يطلب منه الكتابة أولا التعليق على ما وصفه كل تلميذ يعني لابد أن يعلق المعلم على ما وصفه التلاميذ من خلال رؤيته أيضا لابد أن يأتي بالأسئلة القصيرة التي تكون واضحة بعيدة عن العبارات الغامضة التصحيح والتصويب في تقويم الأعمال الكتابية والشكلية فمثلا لدينا هذه الصورة هي الصورة السيارة السيارة وسيلة مواصلات حديثة كيف كان الناس ينتقلون قديما هذا سؤال يسأله المعلم لتلاميذه حتى يأتوا بأفكار فهناك طالب يقول كانوا يستخدمون الجمال وآخر يتكلم عن الجياد وغيره إلى أن يكتب المعلم كل هذا على الصبورة ويأتي بمرحلة أخرى وهي مرحلة التعبير عن الصورة والتعبير عن ما تم السؤال عليه من خلال عملية الكتابة أيضا هذه صورة أخرى أريد أن ألعب إلى أين أذهب أذهب إلى النادي وهذا لاعب كرة كرة القدم من الألعاب التي يحبها الناس جميعا وهكذا يسترسل الطلاب في وصف هذه الصورة أيضا هذه صورة طبيب يكشف على مريض وأيضا يوجه المعلم تلاميذه إلى وصف الصورة البسيطة أولا ثم بعد ذلك يتكلم عن صور أكثر تعقيدا حتى يستطيع الطلاب الكتابة والتعبير عن الصورة البسيطة بطريقة سهلة كتابية أيضا هذه الصورة تعبر عن مشاعر الحب من الطفلة إلى أمها تقديمها باقة من الظهور ويستطيع الطلاب أن يسترسلوا أيضا في كتابة وصف لهذه الصورة أيضا هنا الطالب يأتي وينهي يومه من المدرسة يأتي من المدرسة ويستقبله والده ووالدته وأيضا يظهر أيضا ملامح السعادة على الأم والأب والطالب الذي أتى من المدرسة أيضا هذه الصورة على الشاطئ بها يعني المصطفون يستمتعون بالشاطئ والبحر والهواء وهناك الكثير من الأمور التي من الممكن أن يصفها الطالب بسهولة عن هذه الصورة أشكركم لإستماع لهذه المحاضرة وأتمنى أن أكون قد فتكم فيها السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة